فاروق أهلا أهلا محمد مشاهدين إلى هذا موعد الرياضي الجديد نبدأه من فرنسا لم تستبعد إدارة ليون الفرنسي تسريح الدولية الجزائري رشيد غزال خلال المركات الشتوية القادم في حال عدم موافقته على العرض الذي تقدمت به إدارة النادي والممتد حسد الصحافة الفرنسية لثلاث سنوات قادمة هذا ويعتبر إذرطون الانجليزي أبرز المهتمين بضم الجناح الجزائري رغم رفض هذا الأخير التوقيع له قبل بداية الموسم الكروي اقتربت دولية الجزائري سعيد بالرحمة من الانتقال إلى نادي جانجوان الفرنسي الذي يسعى لإستغلال ابتعاده عن المنافسة رفقة ناديه نيس حسب ما كشفه موقع لديسبورا الفرنسي يذكرنا بالرحمة كان قد أعير في النصف الثاني من الموسم الفارض إلى نادي أونجي في تجربة لم تكن ناجحة رغم الإمكانية الهائلة التي يتمتع بها ابن مدينة عينتي موشنت توصلت صباح اليوم عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني والتي انطلقت مساء أمس الأربعاء أين أغلقت كل الشبابيك في حدود الساعة الحادي عشر صباحا بعد اكتمال التذاكر المخصصة لنانصار في وقت قياسي النانصار الذين حضروا إلى الملعب أبدوا إعجابهم بالتنظيم المحكم من طرف رجال الشرطة رغم اعتراض البعض منهم على منعهم من اقتناء أكثر من تذكرتين إسلام بقريعة كان متوجدا بمركب مصطفى شاكر ورصدات تالي ما كان لتذافق تعلن الأنصار لولو وبتعل المشكلة هو كل مناصر يخذ تذكرتين غير كافية يقطع مسافة عقما من وهران الجزائر على تذكرتين وانا عندي زملاء رمضين على عشرة ذكر والله العظيم يعني من ناحية الأمن والله نقول لك ما شاء الله ما شاء الله ويما لكل حال مشيف في كل مقابلة في كل مقابلة رمحضر الأمن بقوة بقوة تنظيم التحام ما شاء الله على تيجي واحد من الوهران يشري أصحابه يبحثه يشري عشرة تيكيات ولا ستة على يطولوا واحد يطولوا ستاتيكيات جي بريفر ستاتيكيات أكلام يتقام له خير يجو قعمل خام الوهران منه تيكي ترغيش يجبه لك واحد ناس جاية من البعيد سوالهم من 16 أصباح سوالهم يبه لك واحد ناس جاية من البعيد تيكي كان ولد حوما يوصوك منه تجيب لهم تيكيات ثم تجي لنا ندي لك تيكي واحد هذا وأكد الملازم الأول والمسؤول عن التنظيم عبدالحفيظ مكحلية بأنه تم اتخاذ كل الجراءات اللازمة من أجل ضمان السير الحسن لعملية بيع التذاكر وكذا السير المباراة إسلام بقرع ثانية بالنسبة للمخطط هذه المباراة بالنسبة ليه تم شكل مغير بالنسبة لمباراة السابقة حيث أنه خصصنا نظام الأرويقة لتصفيف الجماهير الرغبة في اقتناء التذاكر عبر ودي بن عزة أي البواب الخلفية للملعب وصولا إلى الشبابي كما تم الخروج من البواب الأمامية وذلك لفك الضغط عن محطة نقل المسافرين اللي يكون في وقت سابق نجدو أن يكون هناك اكتظاث واحتكاك كبير بين المسافرين والمنصيرين الرغبين في اقتناء التذاكر